الموضوع سنخصصه لانطلاق فعاليات الدورة 11 لمعرض السيارات أوتو إيكس بو بالدار البيضاء بمشاركة عارضين من أزيد من 30 علامة تجارية في قطاع السيارات والدراجات النارية للمزيد من التفاصيل حول هذه التظاهرة تنضم إلينا مباشرة في الستوديو الزميلة مريم تسوري مريم صباح الخير صباح الخير حسام صباح الخير أنا صباح الخير مريم الدورة 11 لمعرض السيارات بالدار البيضاء أوتو إيكس بو يشرف على افتتاحها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتحديدا كان يوم أمس وهذه الفعاليات ستتواصل إلى غاية 22 من أبريل الجاري إذن تعقد الدورة 11 لمعرض السيارات أوتو إيكس بو تحت رعاية الملك محمد السادس وتنظم من قبل جمعية مستوردية السيارات بالمغرب في هذه التظاهرات السنوية يشارك أزيد من 50 عارض يمثلون 33 علامة تجارية في قطاع السيارات و13 نوعا في فئة الدراجات النارية الكبيرة ولأول مرة يحتضن فضاء مطار الدار البيضاء أنفى سابقا هذا المعرض على مساحة تفوق 80 ألف متر مربع مقابل 50 ألف متر مربع في سنة 2016 الأمر الذي يمنح الزوار فضاء أكبر لوقوف السيارات المعروضة ويضم المعرض أيضا أروقة تمثل قطاعات الأبناء والشركات التمويل والتأمينات من جهته أكد رئيس الحكومة سعدين العثماني على أهمية هذه التظاهرة التي تجمع العارضين والبنوك والتأمينات مبرزا أن تطوير هذا القطاع يمر عبر ابتكار منتجات جديدة مريم بالتأكيد هذه الدورة لمعرض أوتو إكسبو لديها أهداف ما هي هذه الأهداف؟ بالأساس هي فرصة عفوا مهمة لمهنيين لاكتشاف جديد هذا القطاع هذا المعرض حسب كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف يتيح الفرصة لاكتشاف آخر الابتكارات في مجال المحركات وهياكل السيارات بالإضافة إلى عرض السيارات الهجينة والكهربائية وأشار بوليف إلى أن الدورتين الماضيتين كانتا استثنائيتين من حيث المبيعات وأن سنة 2018 ستعرف رواجا مهما بفضل هذه التظاهرة من ناحية أخرى تقول جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إن نسخة 2018 هي عبارة عن منصة للمعارض واللقاءات والمبيعات حيث أن جميع العلامات التجارية ستعرض آخر موديلاتها وابتكاراتها التكنولوجية الحديثة التي تخدم البيئة والسلامة الطرقية كما سيتم تنظيم موائد مستديرة ستعزز توصياتها خارطة الطريق التي وضعتها الجمعية إلى غاية العام 2020 من خلال التطرق لمواضيع تهم السيارة الكهربائية والهجينة وضرائب القطاع وتزوير قطاع السيارات والسلامة وسوق السيارات المستعملة والحذير المتهالك للسيارات وغيرها من الملفات ذات الصلة بواقع ومستقبل القطاع نعم مريم إذن هذا المعرض يندرج في إطار الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني خصوصا في مجال قطاع السيارات كما صرح بذلك رئيس الحكومة سعدين العثماني الأمر أنس يجرنا إلى الحديث عن قطاع السيارات بالمغرب المغرب يعد حاليا من البلدان الرائدة في صناعة السيارات وفق ما أعلنه رئيس الحكومة سعدين العثماني خصوصا وأن استراتيجية الحكومة تولي اهتماما خاصا للاقتصاد الأخضر من خلال استخدام وتسويق السيارات الهجينة الكهربائية الصديقة للبيئة وقد بلغت صادرات قطاع السيارات سبعين مليار درهم بمعدل اندماج محلي يناهز خمسين في المئة وسيواصل الارتفاع خلال السنوات القادمة حيث أعلن في وقت سابق وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولي حفيد العالمي أعلن أن المملكة تطمح لتحقيق صادرات بقيمة تصل إلى مئة مليار درهم في أفوق العام 2019 متحدثا في نفس السياق عن ضرورة وضع خارطة طريق جديدة بأهداف أكثر طموحا ويتوفر المغرب على قدرة تصنيع نحو ستمائة وخمسين ألف عربة سنويا جزء كبير منها موجه للتصدير بالإضافة إلى إنتاج مئتي ألف محرك كما أصبحت المملكة مركزا عالميا تنفسيا لصناعة السيارات بفضل استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي وأيضا بفضل سياسة الانفتاح والعرض التنافسي المهم الذي تقدمه للمستثمرين إذن هي مؤهلات متعددة جعلت المغرب يستقطب كبريات الشركات الدولية العاملة في هذا القطع شكرا جزيلا مريم تبقى سيارات صديقة للبيئة سيارات الهجينة طبعا علامة مضيئة في سوق السيارات في المغرب استقبل الصناعة أيضا نعم للبيئة كذلك شكرا جزيلا مريم توري على كل هذه التفاصيل حول موضوع اليوم